نستهل نشرتنا من الشأن التنظيمي حيث أظر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الينهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه عددا من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي وقانون المعاملات المدنية الاتحادي وقانون العقوبات الاتحادي وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادية وتأتي المراسيم في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية وتعزيزا لمكانتها الريادية كأحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعيا واقتصاديا على مستوى العالم بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية وتفصيلا تتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة في حين تعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات وذلك تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون ترجمة نانسي قنقر